بينما تنشغل الحكومة بضغط النفقات ومحاربة أوجه الفساد في مؤسسات الدولة ومنع ازدواج الرواتب أعادت المادة عشرون من مشروع الموازنة المصادق عليه من قبل مجلس النواب السماح لموظفي الدولة بدرجة أدنى من مدير عام بل احتفاظ برواتبهم الحكومية إلى جانب رواتب ومستحقات السجناء السياسيين والتي يتقاضونها شهرية ويقدر عدد المستفيدين بمائة وخمسين ألفا أعضاء في مفوضية حقوق الإنسان العراقية رأوا سندا قانونيا لهذا الأمر رغم كونه ثقلا على عاتق الدولة العراقية مالية تعويض المتضررين من أي كارثة أو أزمة هو موجود في القانون الدولي الذي يحتم على الدولة تعويض مواطنيها في حال وقوع كوارث اتهاكات جرائم كبرى باعتبار أن هناك فترة عدد الانتقالية تتطلب أن يكون هناك جبر الضرر والتعويض وكشفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق عن وجود ما يزيد عن مئتي ألف موظف موصوف بالفضائي أي غير الموجود فعلية وزارة التخطيط العراقية أطلقت منذ فترة مشروعا باسم الرقم الوظيفي أو بنك الموظف بهدف الوصول إلى بيانات حقيقية عن العدد الفعلي لموظفي الدولة وتمييزهم عن مزدوجي الرواتب والأسماء الوهمية لموظفين مفترضين بيانات التفصيلية ستشمل اسم الرباع واللقب، اسم الأوم، التحصيل الدراسي، الدرجة الوظيفية، مقدار الراتب إلى آخر من البيانات التي حقا لا يمكن بها حال من الأحوال أن تكون مظللة أو غير دقيقة كما أنه سيتم ربط هذا النظام بنظام الرواتب مجلس النواب العراقي وخلال عملية التصويت أجرى تغييرات على عدد من فقرات الموازنة المالية لم يلقى بعضها ترحابا لدى خبراء اقتصاديين رأوا أنها تضر بالموارد المالية للدولة كإعادة المنتهية عقودهم ضمن الحجر الشعبي أوصر في مستحقات لبعض المغيبين وإقرار ازدواج الراتب في حين تواجه شرائح واسعة من النازحين والمشردين بسبب الحروب وعمال العنف ظروفا صعبة ولم تزل مدنهم مدمرة ومفتقرة إلى الخدمات الأساسية